السلحفات الآسيوية ذات القشرة الناعمة هي نوع من السلاحف تم العثور عليها في بروناي وإندونيسيا وجاوا وسومطرا وماليزيا وسنغافور وجنوب تايلاند تتميز قوقعة السلحفات الصغيرة بمظهر خشن ويتمتع البالغون بقشرة ناعمة وملمس جلدي هذه السلحفات متوسطة الحجم وتنمو لتزن ما بين 15 إلى 25 كيلو جراما تتغذى هذه السلاحف على النباتات والحيوانات عندما تتاح لها الفرصة لديها القدرة على البقاء تحت الماء لفترات طويلة من الزمن بسبب بنيتها الشبيهة بالخياشيم وهذا يمنحها القدرة على التسلل إلى الفريسة تحب كذلك تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك الأسماك والحشرات والديدان والبرمائيات والقشريات يمكن العثور على هذه الأنواع من السلاحف في المناطق الاستوائية وموائل المياه العذبة والغابات المطيرة وفي المناطق المائية للبحيرات والبرك الموحلة ويمكن العثور عليها في العديد من المواقع في جميع أنحاء آسيا وتميل هذه السلاحف إلى تفضيل الأراضي الرطبة والأنهار الكبيرة على الارتفاعات المنخفضة ترجمة نانسي قنقر